أكد رئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق تطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية والسيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللواء ماجد فرق رئيس المخابرات العامة الفلسطينية والسفير ذياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وقد رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس محمود عباس مؤكدا استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابط القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومشددا سيادته على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ومؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية للعلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقوا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والأطر المتعددة الأخرى وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية